احنا محتاجين نتدرب ان احنا نتحرم من فكرة ملكية الاولاد لازم نتدرب نفسنا على ان اولادنا مش ملكنا اولادنا عبيد لله اول الله تخيل ان احنا نقول الكلام ده طول الوقت يعني انا بقول لبعض الناس ان هم يعملوا كده ورد ولادي مش ملكي انا عبدي لله وهم عبيد لله محتاجين نقول الكلام ده طول الوقت لان ده ولا يخفف عندنا شوية الخوف الكتير اللي عندنا وكمان يخلينا ما نتحكمش فيهم فنجحهم وإخفقهم مش جزء مننا لنجحهم منا من الله وفرحة لينا وفرحة ليهم وإخفقهم على فكرة درس من الله سبحانه وتعالى في مدرسة الحياة وبيعلمهم فيها إنهم يخرجوا من الضيق إلى الساعة ويخرجوا أجمل ما فيهم فهم لو أخفقوا يعني مش ساعتها نهاية الحياة تمحنا أخفقنا وعشنا أخفقات جديدة كتيرة وخرجنا من الضيق شوية الأفكار اللي عندنا إلى إن الحياة واسعة وما كانتش نهاية العالم لما إحنا فشلنا فإحنا لازم نفهم كده إن أولادنا في رعاية الله في حمى الله عبيد لله وإحنا عبيد لله تالت حاجة إحنا محتاجين نشوف أولادنا بالزهن صافي أوقات كتيرة مخاوفنا في الحياة بتخلينا ما نشوفش أولادنا بحق وحقيقي لكن وحقيقي إحنا لازم نشوفهم من نظارة مختلفة غير نظارة حكمنا عليهم إحنا بنحكم على أولادنا يعني أنا أعرف ولد بيتعامل معاه حتى الآن على إنه ذلك الطفل الصغير الكلبوز اللي هو ما يقدرش ياخد قرار بس هو على فكرة ما تبقاش قلبوز بقى رفيع برضو هو قلبوز فلازم نغير النظرة دي ولازم نتعامل بشكل آخر فعشان مثلا خايف يتقال عني فشلت في تربيتهم فطول الوقت أبقى شايفة العيال وحكم عليهم وبانتقدهم فيبقى عندي صوت دايما بضرب الأولاد دي عشان أنا خايفة أخد رقب فشلت في تربيتهم ما أنا سبت كل حاجة سبت شغلي وسبت حياتي كلها وقعدت عشان ربيهم لو فشلت في تربيتهم هتبقى الدنيا فساد عريض لا أنا كنت بعمل هنا بشتغل وبربيهم فأنا خايفة ولا واحد يقول أنا عملت اللي ما يتعملش وبعدين أنت تجي تجيب لي الكلام ده أنت معرفش دي ده كل أبدا أولادنا مليانين مدد ونور وإبداع ومواهب وقدرات لسه كنت بتكلم مع حد بيتكلم عن هو بيقابل ناس عشان يوظفهم فأنا أنا مباهر أنا طول الوقت طول ما بشوف أولادنا طول ما بتعامل معهم أنا بتعامل مع كنوز الكنوز دي ممكن واحد يضيعها كلها يضيع البناء أدب من الكنز اللي فيه طول ما هو باصص عليه بنظر ضيقة بالحكم اللي حكموا عليه أقول لك حاجة إحنا محتاجين كل سنة أقول لك حاجة محتاجين كل شهر نرجع نبص لأولادنا تاني عارفين ليه؟ والله أنا أعرف ناس بصير لأولادهم فأولادهم حاسين إنهم بيتكلموا عن بنخالتهم وبيتعاملوا مع بنخالتهم وبيتعاملوش معهم وهم احنا لازم من وقت لتاني نغير أولادنا ولما نلاقي ولما نلاقي الطيابة والبركة والنور والإبداع والتفكير الجميل والأشياء المبدعة لازم نمتنل ده ونساعدهم على إن ده يفضل فيهم احنا محتاجين حد بصير ومركز عشان يلاحظ ده ويحاول يخرجه مش عشان يردم عليه رابع حاجة احنا محتاجين نرجع الوقت بتاعنا احنا عايشين لأني وقت أوقات لما الأهل ما يكونوش مواكبين تطورات العصر والأولاد عايشين العصر ده حابين يختاروا تخصصات مناسبة لعصرهم زي التخصصات اللي هي اللي هي علاقة بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي دي تخصصات مناسبة لأولادنا دلوقتي احنا مصيرين على ان احنا برضو نمشي في مسألة في مسألة كليات القمة وتخصصات القمة أولاد مختلفة حياتهم دلوقتي الولاد ممكن بيمارس أقل بيمارس تلت المجهود اللي كان بيمارسه الشخص التاني ده وبياخد ضحف أجره انا مش بيكلم على العلاقة لكن هو بيفكر كده فهو يجي لما اجي اقول له اخذ التخصص ده يقول له طيب ها نعمل ده كله ليه فلازم نكون مقدرين ومستوعبين ان اولادنا ليهم طريقة أخرى في التفكير وهم بيفكروا وعندهم أبواب واسعة كتيرة عشان يعيشوا حياتهم ويقدروا يشوفوا اللي هم بيناسب مستقبلهم تا خمس حاجة نحتاجين نمكن اولادنا زي ما حدثت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن سيدنا اسامة بن زايد بن صغره يعني انما تكنهم يعني نديهم فرص انهم يكبروا ونديهم فرص انهم يحسوا انهم يقدروا يعملوا أشياء جميلة مفيش مانع ان الأولاد يديروا يوم يوم في يوم كده يديروا البيت مفيش مانع ان أولادنا واحنا متناقش يبقى هو اللي بيدر النقاش بينا مفيش مانع ان أولادنا هم اللي يخططونا سفرية من السفريات يبتدوا الكلام ده بدري عشان يحسوا بالمسئولية ويحسوا بالثقة لما بنكنهم بنساعدهم ان هم يختاروا ايه الاصلح ليهم ويتحملوا مسؤولية اختيارته يا سادة احنا محتاجين جدا 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 اولادنا يشوفوا نظرة اعجابنا بيهم ونظرة مسندت لانيهم فيه خمس نظرات لازم ننظرها لأولادنا هو دول اللي هاختم بيهم الكلام معاكم لازم اولادنا يشوفوا نظرة ان احنا بنحتضنهم وبنحتويهم وان احنا دي نظرة الاولى النظرة التانية لازم اولادنا يشوفوا نظرة مسندتنا ليهم وان احنا في ظهرهم لازم اولادنا كمان يشوفوا في عيننا نظرة الفرح لما يعملوا حاجة حلوة لازم كمان نديهم نظرة الوسعة اسيبوا يتحرك لازم كمان اولادنا يشوفوا نظرة ان احنا كلنا متعلقين بالله سبحانه وتعالى ونظرة الامل في الله لما ننظر لأولادنا النظرات الخامسة دول النظرات الخامسة دولة هيوسعوا على أولادنا ويوسعوا علينا يخففوا عنا قلقنا وخفنا ويفتحوا الباب لأولادنا عشان يدوقوا حلاوة مدد رب العالمي يا رب جعلنا دائما من الراشدين وجعلنا من حسن المرشدين لأولادنا في كل وقت وحين يا رب العالمي